اهلا بكم. هل جوا انها تقدر تحافظ على سرها? ويا ترى ايه هو سبب اللي حصل لها? عاوز تعرف? ما تنساش تجاب عن السؤال في اخر الحلقة. يلا بينا. اهلا بكم في الحالة 19 من The Narrator. جزي جديد واحداث جديدة من قصة The Hole in the Wall. هنشوف جوانا هتاملي ويا اللي بينا. Part 5 Soon, جوانا ستوال كانت تحافظ على ستاة. The hole in the wall was her secret, and she guarded it firstly. But she wondered, why did the guardian exist? And who had created it? And why had it chosen here? One day, an old man approached it here. His eyes twinkled with wisdom. Child, he said. The hole in the wall is a bridge between worlds. It connects our concrete jungle to the realm of forgetting dreams. You were chosen because you still believe in magic. Now, it's your time. Listen and repeat. اسمح وقرر براية. Soon, جوانا ستوال become the talk of the city. The hole in the wall was her secret, and she guarded it firstly. But she wondered, why did the guardian exist? Who had created it? And why had it chosen here? One day, an old man approached it here. His eyes twinkled with wisdom. Child, he said. The hole in the wall is a bridge between worlds. It connects our concrete jungle to the realm of forgetting dreams. You were chosen because you still believe in magic. What are the new vocabulary we have today? الكلمات الجديدة التي لدينا النهاردة. First of them became the talk of. مشهور. لأنها أصبحت حديث الجميع. Fertly, بقوة, بشدة. Approached, يقترب. Come close. Twinkled. طبعا كلمة twerk معناها تلقلق. ولكن هنا معناها النعني, هو بيبصلها, كان يبدو عليها الحكمة. Wisdom, حكمة. في خطأينا لغوي. أوكي. حكمة بالميم. Concrete jungle. الترجمة الحرفية للكلمة ديات الغابة الغصانية. ولكن هو مش مقصود بها كده. مقصود بها اللي هي المباني بتاعة المدينة. عبر عناها في تحبير بسيط جداً وهو concrete jungle. Realm هي المملكة. وطبعا مقصود هنا ب the realm of magic. مملكة السحر. What is the grammar rule we have today? النهاردة نكتلم عن الأدرب. أيوة الأدرب. It's a kind of word that we use in order to describe the verb or the adjective. نوع من أنواع الكلمة بنستخدمه في الجملة عشان نوصف الفعل في الدرجة الأولى أو الصفة في الدرجة التانية. النوع اللي عندنا نهاردة من الصفات هو الـ Adverb of manner. وده نوع من ستة أنواع للأدرب. إيهو الـ Adverb of manner ده عبارة عن أدرب باستخدمه in order to explain the way that the action happened. عشان أوصف الطريقة اللي حصل بها الفعل. يعني كانت بتحمي الهول اللي بنها in the wall بقوة بشدة بإحكام أوكي؟ فهنا كان بينات طريقة اللي هي كانت بتجارد الـ items أو بتحمي الهول. سؤال حلقة النهاردة هو أن احنا محتاجين تكتب لنا جملة فيها Adverb of manner. محتاجين جملة فيها Adverb of manner. هتكتب الجملة في الـ comments تحت وما تنساش اللي جرى بتاعتك على كل سؤال يساوي نقطة كلما عدد النقاط بتاعتك بتزيد لما بيكون لك فرصة من ثلاثة. واحد تكسب كورس مجاني اتنين خصوات ضخمة جدام من خدمات المقدمة من آلتو جاو ثلاثة material for free كل عام انتم بخير وصحكم سعيد. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر